بداية لازم عشان تتحل الأزمة من أجل المواطن السوداني الغالبان اللي بيموت ده وقت لازم يعودوا مع بعض فهل بالفعل حياتك متوقع أنه ينجح هذا اللقاء ويكون يعني فيه من وراه مخرجات جيدة؟ هو بس في البداية عايز أفرق ما بين الصراع الأفريقي الأفريقي أو اللي هو دخل القارة بشكل أساسي لأن احنا كقارة أفريقيا مليار ومتين وثلاثين مليون نسم كوضع معيشي ستمائة مليون عايشين في الظلام بدون كهرباء فالوضع الأفريقي نفسه كوضع صعب شوية السودان وجايبه الروحه برضو يعني الوضع جايبه الروحه أن تلاقي أسيوبيا بتخنق مع بعض القرن الأفريقي مش عارف إيه السومال فيها إيه السودان فيها إيه يعني يمكن فلسطين بتتخنق مع دولة مستعمرة مجرمة إرهابية لكن أنا وحالتك مصريين لما الناس تقعد تتفرج علينا مش لقين ناكل وعملين نتخنق مع بعضهم موت في بعض حاجة تضحك فبالطبع الصراع الأهلي السوداني زي ما حضرتك قلت صعب جدا احنا بنتحدث عن 42 مليون مواطن سوداني بيعيشوا معاناة كبيرة جدا في ظل هذا الصراع الـ 42 دول فيهم 24 في هذا التوقيت اللي حضرك بنتحدث فيه عن هذا الموضوع الـ 24 دول بيعانوا من أوجه كبيرة جدا من الجوع والتشرط بشكل أساسي في دولة زي السودان عندها العديد من الموارد الكبيرة اللي موجودة عشان كده يمكن القاهرة أو الحكومة المصرية بشكل أساسي عملت أنا من وجهة نظري خلية أزمة منذ بداية الموضوع نفسه منذ وظفت كل المؤسسات الخاصة بالدولة في ثبيل أن هي تشتغل على هذه الأزمة على فكرة جهود مصر مش دبلوماسية بس جهود مصري إغاسية من حيث استقبال اللاجئين والنازلين واستثمارية وإعادة إعمارية كل حاجة مصر بتقوم بيها في هذا الشهر بس المرة دي مصر لديها إرادة حقيقية في إغلاق الملف السوداني هم بيمثلوا قد إيه قوات الدعم السريع ده هي الفكرة مش في قوات الدعم السريع أنا عايز أوصل لحدك حاجة أن الدعم السريع في الأصل هي قوات اسمها جانجويد جانجويد صنعها عمر البشير في وقت معين لأنه هو يستقطبها في القضاء على حركات التمرض في دارفر وغيرها وعمل بيها مجازر بشكل كبير جدا وهي كانت فرقة معاه في هذا المعترض لما حس البشير في الفترة الأخيرة من حكمه أنه بدأ يبقى الشعب مش عايزه دخلهم الجيش ورح حاول أنه يدمجهم وغير المسمى بتاعهم وسمعهم الدعم السريع يعني فصيل من الجيش يعني كانهم فصيل من الجيش وطبعا هم كانوا رفضين فكرة أنه هم يندمجوا أو يدخلوا في إطار الجيش لأنه هم مستفيدين باستقلاليتهم من حيث مناجم الزهب اللي بتروح للعديد من الدول واللي بيبعوها بشكل أوقاسي واللي هما فيه سيطرة كاملة على مقدرات الشعب السوداني وعايزين نوضح برضه أن الشعب السوداني يعتبر فقط الاقتصاد بتاعه عندما انفصل الشمال عن الجنوب بشكل أساسي لأن 75% من الأبارة النفطية كانت في جنوب السودان النهاردة بنتحدث عن موارد موجودة بس موارد لا تكفي مقدرات الشعب السوداني بشكل أساسي فالجهود المصرية النهاردة سواء جهود إغسية ودبلوماسية أنا شايف أنه فيه نوع من التوازن بشكل كبير جدا احنا بنتحدث عن حوالي نصف مليون سوداني دخلوا مصر خلال الفترة اللي فاتت ما تعمل لهمش مخيمات نازحين أو زي ما احنا بنشوف عايشين زيهم زي المصريين بزرعة في شوءة وبياخدوا نفس ولا كنتونات ولا ممنوع تغادر ولا خيم ولا حتى أوروبا بتاعملك ما فيه حد تدقيق معهم في الإجراءات نظرا للظروف المعيشية وفي نفس الوقت المفاوضية العامة لشؤون اللاجئين في مصر بتتولى جزء من رعاية